وجمال ريان اللي فاكرين ابن الخطيئة اللي شغال في قناة الجزيرة القطرية انبارع عمل بوست خطير يعاقب عليه وفقا للقوانين الدولية الجنائية الدولية بيقول ايه جمال ريان اهو بعد ان كشفت صفقة القرن عن وجوه عربية تعمل ضد القضية الفلسطينية هل تؤيد تشكيل الفصائل الفلسطينية فرقا خاصة مدربة تدريبا عاليا للتخلص من رموز الدول العربية التي تعمل على تعريض حركة التحرير الفلسطينية الوطن الفلسطيني بهدف رضع هذه الدول اراؤكم مهمة بيقول ايه جمال ريان بيقول عايزين نعمل وحدات خاصة اسمها فرق خاصة تعمل ايه فرق للاغتيال بيقول هو الراجل بيسمم القدالة الفلسطينية بيقول يلا نعمل فرق خاصة تقتل المعارضين المؤيدين لصفقة القرن فان في كل الدول العربية يعني عايز يعمل فرق اغتيال جمال ريان يدعو لتأسيس فرق للتصفية السياسية والاغتيال السياسي فعلا رجل مريض ابن خاين ابوه مصطفى ريان كان بيبيع الاراضي الفلسطينية لليهود النهاردة ابنه اللي هو جمال بيقول عايزين نعمل فرقا وهذا بلاغ للجنائية الدولية والمجلس الامن والامم المتحدة ومنظمات ما يسمى بحقوق الانسان العفو الدولية والعفر الدولية وهيومان رايتس وغيره مزيع الجزيرة يدعو للاغتيال السياسي مزيع الجزيرة يدعو لانشاء فرق للاغتيال داخل الدول العربية فين هاتلي اللغة الانجليزية ده مين ده ده جمال ريان اهو ده انا انا ترجمتها بس عشان اللي ما اراش يقرأ عشان اللي ما اراش عربي يعرف انه ده ده مضمون وترجمة حرفية لدعوة جمال ريان لتأسيس فرق للاغتيالات السياسية على خلفية ما يسمى بصفقة القرن وانا بسأل استأذنت امير قطر قبل ما تكتب استأذنت ابو امير قطر استأذنت هؤلاء اللي مشغلينك انا بسأل بس بقول اه دي واحد من الناس اللي بيدعو لحقوق الانسان بيكلم على الحق والعدل المستوى لكن عنده مرض مريض بيدعو لقتل الزعماء العرب والمناهضين زي ما بيقول انا بقول والله لو كان الحق بيطبق لانطلع من رفات ابوك وتتحرق ليه لانه كان خاين وانت خاين من ضد خاين اشتركوا في القناة